هايدي المعلومات كلها مش مؤكدة هايدي المعلومات بتعتمد على المعلومات اللي نحن نعرفها عن بقية الفيروسات زي فيروس الانفلونزا زي فيروس الرشح العادي يلي هو من نفس العائلة تاع الكورونا هو الكورونا فيروس يلي هلأ الكوفيد 19 هو من نفس عائلة الكورونا يلي بتسبب الرشح العادي هذه كلها معلومات نحن كنا أو الناس عم بتروجها بالاستناد لمعلومات تانية يعني هم بيعتمدوا على توقعات معينة وعلى أساسها عم بيتوقعوا نفس الشي للكورونا نحن هلأ بالوقت الحاضر ما فينا نأكد هاي المعلومات وبالتالي أنا بالعكس بحب نركز أنه نحن بدل ما نقعد نتنبأ شو بده يصير الأفضل أنه نركز على المسجز على الرسائل الوقائية لا نحن بنعرف أن الفيروس كورونا ممكن يعيش برا على المساحات العادية أو بالهواء ما بيعيش كثير بيعيش ساعات معينة لأنه غير هوائي ما بيعيش كثير بالحرارات العالية هو غير هوائي هو عادة بيتواجد بكطيرات دروبلت كطيرات على الأسطح نعم على كل حال نحن هذه الدراسات مش مؤكدة